إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبائي في الله صور تعليم الناس من قبل أهل العلم كثيرة فمن بينها مجالس الأمالي وهو أن يجتمع الطلبة عند شيخهم فيحدثهم بأحاديث من عنده يرويها بإسناده من طريقه فيقول حدثنا فلان عن شيخه حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه تسمى مجالس الأمالي يمل الشيخ على التلاميذ أحاديث بالإسناد من طريقه وهذه الأحاديث لا يشترط أن يجمعها موضوع فهي تحتوي على مواضيع متعددة ومختلفة ومن بين هذه الكتب التي كتبت الأمالي عالم من علماء السنة من وفيات القرن الرابع الهجري سن ثلاث وتسعين وثلاثمائة للهجرة واسمه محمد من عبد الرحمن المخلص وقيل أن المخلص هو وصف له حيث كان يخلص الذهب من الغش فتعالوا بنا نعيش مع هذه الأمالي التي أملاها على تلاميذه في سبعة مجالس فنعيش مع المجلس الأول رقم واحد ذكر الإسناد حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي إملاءا إلى أن قال سمعت ابن عباس يقول سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالإيمان بالله عز وجل إذن هؤلاء القوم قدموا عند النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين فأول ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الإيمان ماذا تستفيد من ذلك أنه أول ما تبتدئ به تعلما أن تتعلم الإيمان كما قال بعض السلف تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا إيمان عقيدة صحيحة توحيد ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم نحن جئنا لنتعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي من الإيمان وهي أساس الإيمان وإقام الصلاة الصلاة من الإيمان وهذا هو مذهب أهل السنة أن أعمال الجوارح من الإيمان وإيتاء الزكاة أيضا أعمال جوارح ليست معتقد فقط وصوم رمضان وأن تعطوا الخمسة من المغنم إذن العبادات سماها الشرع إيمانا وهذا مذهب أهل السنة أن أعمال الجوارح من الإيمان كيف عرفت أن أعمال الجوارح من الإيمان عندما أخبرهم النبي عن الإيمان أخبرهم أن الصلاة من الإيمان وذكاة من الإيمان نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة وصوم رمضان والحج من الإيمان وهذه أعمال جوارح الحديث الثاني عن أبي حذيفة عن عائشة قالت حكيت إنسانا حكيت إنسانا ماذا أنا حكيت نعم قلت شخصا زي هذول اللي بإمه فينا كل واحد بقلت شيخ أو في أفعاله أو سلوكياته حكيت إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم لو قير بين عطاء كثير ويحاكي الناس وبين أن يضيع هذا العطاء ولكن لا يحاكي أحدا نختار إيش أن لا يحاكي أحدا فهي موضوع تقليد الناس تقليد الأصوات والسلوكيات كل هذا حقيقة ليس من السنة في شيء ليس من السنة في شيء بل للأسف أقولها بصراحة فبعض الناس يصلي عند أحد الأئمة ويقول له يا شيخ بالله اقرأنا بالصوت الفلاني بل قابلوا بعض أئمة المساجد أنه يتقل تقليد الأصوات هذه محاكاة وهذا شيء مكروه شرعا وكذلك فيما يتعلق باللباس إياك أن تحاكي أحدا تقول سألبس كما يلبس هلان لا ألبس كما يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا المحاكاة أو الصرفات أو السلوكيات وما أحلى عندما يخرج الكلام من القلب من غير تكلف إنسان يريد أن يوعظ الناس فلا يقلد الوعاظ فيخرج من قلبه وما أحلى أن تصلي وراء إمام لا يقلد أحدا وإنما هو يركز على إثقانه للقرآن فتجد هذا القرآن يدخل القلوب وليست العبر تقليد الأصوات أربعة عن أبي الجدعاء قال قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا فقال أو قال إذ آدم بين الروح والجسد إذ آدم بين الروح والجسد أي لم يصبح جسدا كاملة فعندها النبي صلى الله عليه وسلم كتب أن يكون نبيا فالله عز وجل خلق اللوحة المحفوظ وكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ومما كتب أن نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن متى حصلت الكتابة متى حصلت الكتابة لا حول الله قوة لا حول الله قوة لا حول الله قوة نعم بينما آدم بين الروح والجسد عندناها أربع مرات وعن لقبان بن عامر عن أبي أمام البهري قال قيل يا رسول الله ما كان بدء أمرك يعني كيف عرف الناس بك بدء أمرك قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى إذن دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى فقط ورأت أمي خرج منها نور أضاءت له قصور الشام خرج منها نور لذا أمه عندما بعثوا بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى حليمة السعدية وحصلت حادثة شق الصدر وكانت أمهما زالت حية فأتوا وقالوا لأمه إن محمدا شق صدره وخيطة وهو يمشي ويلعب مع الأولاد فلم تستغرب فماذا قالت لقد خرج مني نور أضاء قصور الشام هذه تسمى ماذا تسمى في علم العقائد ماذا تسمى في علم الحديد دلائل النبوة وبعضهم يعتبرها أيضا لفظة عقائدية التعبير الآخر إرهاصات أي الأشياء التي تدل على أن هذا محمد صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا أو له شأن عظيم من يذكر لنا شيئا يدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا قبل البيعات فضائل نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يلقي علي السلام كل ما يمر النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم تصور حجر يسلم عليك شو بصير فيك أنت تطلع عليك أبصر إيش في الليل يا دوب عارفتنا كيف حجر نعم أمر آخر غير الحجر الأمر الثاني عندما هاجر أو ذهب مع عمه في سفر التجارة فلقيهم الراهب بحيرا أو بحيرا فكان يقول لهم معكم نبي العرب وكان هناك غيمة كلما ذهب بقيت فوق وعندما جاء موعد أن يذهب إلى الظل ظل الشجر سبق النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشجرة ولم يبقى إلا إيش إلا الشمس فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس فمالت الشجرة هذا شفوا بعينهم قبل أن يقول إني رسول الله نعم فإذا هذا من الأشياء خرج منها نور أضاءت له قصور الشام شو جاب مكة لإيش للشام نعم حديث رقم 11 طبعا قفزنا عن بعض الأحاديث هناك شيء سناد ضعيف عن سالم عن ابن عمر قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إذا عرفت أماكن ديار المعذبين فإياك أن تسكن في هذه الأماكن وإياك أن تمر بها فكيف بمن يخرج للتنزه ديار المعذبين ظهر فيها الخسف قال إلا أن تكونوا باكين ولا تدخلوا عليهم فيصيبكم مثل ما أصابهم مثل ما أصابهم أماكن خسف الأصل أن لا تمر وإذا مررت وإذا مررت أن تمر مسلحا وأيضا تبكي فلا تفرح فلا تفرح كثيرا بأن تذهب إلى البحر الميت البحر الميت مظن الديار المعذبين كيف عرفنا مظنة لا نتزم أولا أخفض بقعة على وجه الأرض اثنين لا حياة فيه ثلاث الأنبياء إبراهيم كان في الخليل والخليل تطل على البحر الميت يعني كلها إيش شواهد لا أقول أدلة فكيف تذهب إلى البحر الميت وتستلقي وتتمتع وتسبح إذا مررت فمر مرورا مسرعا ولا تمكث قال علي بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وإن أبا بكر ضرب وغرب وإن عمر ضرب وغرب هذا في حق الزاني ولا يذب الله أنه يجلد مئة جلدة فقط ويغرب سنة يغرب عن من؟ عن أهله وهذا فعله من؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ومن فعله أيضا؟ أبو بكر أبو بكر طيب ما فائدة فعل أبي بكر مع وجود فعل النبي صلى الله عليه وسلم هناك جواب الفائدة الفائدة أن الصحابة رضوان الله عليهم أولا أعرف عنهم الاتباع فهذا من قبلهم؟ اثنين يؤكد الفهم أن فهمهم هو الصواب ونحن نسير على دربهم وعلى فهمهم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني انظر الذي هو عصبة أمري ما من مقصود بديني؟ يعني أصلح لك الإسلام أعوذ بالله الإسلام كامل وصالح ما المقصود بديني؟ عملي صالح تديني نعم تديني اللهم أصلح لي تديني فبعض الناس عنده تدين لكن تدين ضعيف صلي ما صلي بس مش محافظ على الصلاة هذا تدين ضعيف محافظ على الصلاة نعم بس مش محافظ على الجماعة محافظ على الجماعة نعم لكن مش محافظ على الفجر محافظ على الفجر نعم لكن مش محافظ على الضحى وهكذا يعني تجده فتدعو الله أن يصلح دينك حضرتك بتصوم بصوم بس رمضان طب غير رمضان سنة لا ما اللهم أصلح لنا ديننا فبالتالي إذا عملت عملا صالحا فانسب الفضل إلى من إلى الله لما لأنه لأنه هو الذي أصلح ديننا فهو عصمة أمري أي به أعصم عن الباطل والحرام إياك أن تظر أنك إذا جئت إلى هذا الدرس أنك جئت بقدراتك لا والله وإنما هو بفضل الله عز وجل فأحمد الله طيب وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي لما نعم لأن صلاح دنياك يعينك على طاعة الله يعني جارك يطردون من الدار ليش مش لافع جار الدار وإنت دين لكن لا مال عندك تقدر تساعده في الدعاء فقط وترجي ما مننا نطرده خلط جبنا قرار حكم طرد لكن لو معك مال فإذا وجود المال إذا طوع لخدمة الدين فهذا من أفضل الأشياء تتقرب بها إلى الله العكس أنت مش قلت أن تدفع جار الدار وصار لدهم يطردوك كيف أنت وطلب العلم مرتك بترن عليك الشرطة واكفين عباب الدار ومعهم قرار ترد كيف أنت وطلب العلم بيصير ولا إليك خصف العلم أقول لك عمرك ما بترجع تطلب علم أنت اللي أضيعت حالك فصلاح الدنيا مهم لكن من غير تنافس بما يسد الحاجة بالمأكل والمشرب والملبس والمبيت والعلاج فهذا هو إيش التي فيها معاشي أبا لا والله بدي أصلح الدنيا حتى أجيب كنابيات مش مهم الكنابيات معك بتجيب معك إيش بتجيبش مش مهم بدي أغير سيارتي مش مهم حتى لو معك سيارة التي فيها معاشي كم من طالب علم كان يحضر عندي الدروس واحد الأول كنت أحضر معه الدروس فتزوج صغيرا 16 سنة والدين يا أخي وتزوج وبتشتغ ترك طلب العلم بعدين ترك المساجد بعدين شفت مرة هيك بيصلي ولا حول ولا قوة إلا بالله حمل نفسه حملا ثخيلا ليس وقته أنت في ساعتك أول ثاني وكان لا يتكسب وب فإذا الدنيا صلاحها يعين على صلاح ماذا دينك لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد بالله من الفقر من الكفر والفقر من الكفر والفقر لأن الفقر قد يقود إلى الكفر حدثني أحد الدعاء قال دخلنا قرية فإذا بأهلها نصارى في أحد الدول الإفريقية شو السبب نازة بحيلهم عجل وادخلوا في النصرانية من ظل أن أعطيكوا عجول فقال هذا على زمان ما أجهب قلنا لهم طب ادخلوا في الإسلام وإحنا منذبح لكم عجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال العجل حقه 500 دولار مش رقم وقال كان في ملك على القرية ما هو زي إيش زي رئيس بلدي ما سموه ما سموه ملك فإذا المال يعين على طاعة الله بدنا مال ليعيننا على طاعة الله مش عشان نشتي سيارات ونبلي بيوت وأرى ماشي أن يكون في زايد من غير تنافس طب وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي مهما عشت فإنك ستموت فهناك المعاد ما بتلحق أصلا تعيش ما بتلحق كده شدك تعيش ستين سبعين إلا حضرتك شو مالك فهل قبر لكن شو سويت هل حصلت طاعة الله ولا راح العمر زي ما راع غيرك العمر قصير يا جماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله لو كانت الدنيا تدوم لأحد لما مات النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون إذن المعاد في كل خير مداما على قيد الحياة أزداد من الخير وما هو الخير أن تزداد بطاعة الله وأن تجعل هذه الدنيا مطوعة إلى طاعة الله قال واجعل الموت راحة لي من كل شر يعني بين لو خيرت بين أمرين بين أن تكون شريرا وبين الموت لا الموت أحسن إليك حديث 15 عن أبي هريرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص بل كتب الصيوطي كتابا في ثلاثة مجلدات سماء الخصائص الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم وكتب ابن الملق المجلدا غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه فبالتالي لا ينتقد وضوءه لأن النوم حدث بنفسه من نام فليتوضع ولذا بعض الناس يقول لك يا شيخ أنا نمت لكني متمكن ليس العبرة متمكنة وغير متمكن العبرة أنك نمت العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضع ومن اللطائف ما القصة عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه مر على رجل في يوم الجمعة وهو جالس وقد نام فإذا به يخرج ريحا فقال له أبو عبيد بعدما انتهى صلاة الجمعة خطبة الجمعة قم فتوضى قال لا كيف أتوضى وأنا نمت متمكناً ألم تفتنى أن الذي ينام متمكناً لا يبطل وضوءه فقال ولكني سمعت صوت الريح اضطر أبو عبيد يحكي له لأنه عشان ينقذ صلاة ابن البطلان ولكني سمعت صوت الريح خرج منك فقال له الرجل بل قد خرج منك أنت أنا أنا ما سويت نعم قال فرجعت عن فتواي وأصبحت أفتي كل من نام فليتوضى لأنه أصلا كيف بده يعرف حاله متمكن ولا غير متمكن فمن نام فليتوضى في بداية الإسلام في حديث طبعاً أن الصحابة ناموا متمكنين ثم صلوه حديث صحيح حديث صحيح لكن في الرواية ناموا متمكنين جالسين وناموا على جنوبهم هذا في بداية الإسلام النوم لم يكن ناقضاً من الوضوء أصلاً رقم 17 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد القوم في المجلس ثم قاموا ولم يذكروا الله عز وجل فيه كانت حسرة عليهم يوم القيامة متى تكون الحسرة إذا جلست مجلساً ولم تذكر الله يعني قاعدت قاعدة وتلعب على الخلوي ولم تذكر الله فهذا المجلس عليك حسرة وندامة يوم القيامة وإخواني في الله الملهيات كثيرة بعض الناس يلتقي بآخر يا أخي إلي سنين مش شايفك شو أخبارك كيف صحتك كيف شغلك كيف دراستك كيف ولادك كيف أبوك كيف أمك كيف خالتي أم فلقاك كيف 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 ولم يسأله سؤال عن دينه طب قلوا كيف صلاة الجماعة كيف فقرات القرآن كيف صلاة الفجر كيف طلب العلم هذا هو السؤال النافع كيف انتو العمر مجالس فيه حسرة والملهيات كثيرة وخصوصا في هذا الزمان يا جماعة في المسجد الحرام ومقابل الكعبة هناك من يحمل جهاز الخلوي وينشغل به عن ذكر الله وعن الدعاء إذا كنت أنت وفي مكة وقبال المسجد الحرام والكعب عفوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة